السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما صليه وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أرحب بكم من جديد إذن أصدقائي كما ترون هذا المكون أغلبية المربين يعرفونه على شكل بذور أما الآن كما ترونه مطحون هذا المكون أصدقائي لا يستعمل فقط في مرحلة الراحة بل حتى في مرحلة التجهيز والتزاوج وكذلك الإنتاج أثناء إطعام الفراخ لأنه هذا النبتة أو هذا العشبة أو المكون مفيد مفيد جدا للفراخ إذن ما رأيكم فيه وكيف ترون هذا المكون إن شاء الله سنتكلم عنه بكل بساطة وكذلك سنتكلم عن فوائده وأسمائه المعروفة في أغلب البلدان إذن اسمه البشنة أو لانجبار أو إيلان وكذلك اسمه الدخن أنا أعلم أن أغلبية المربين يعرفون الدخن لكن هذا المطحون أحسن لماذا؟ لأنه يخلط مع الباتي يعني أثناء مرحلة الراحة كما قلنا والتجهيز والتزاوج وأثناء إطعام الفراخ وهذا هو المهم حيث يساعد الفراخ على النمو بسرعة ويقوي مناعتها كذلك تستطيع تقديمه كبذور مع خلطه مع باقي البذور لكن من الأحسن أن يقدم مطحونا إذن فوائد الدخن أو البشنة يقوي مناعة الطائر وكذلك الوقاية من نزلات البرد والعدوى يساعد على تنقية جسم الطائر وخاصة الكابت من تراكم الدهون الضارة لأنه مع تقديم بعض البذور التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون يجب تقديم هذا النبتة أو هذا المكون للطائر إن شاء الله لكي نقضي على تراكم الدهون الضارة كذلك أصدقائي من الأهم في هذا العشبة وهو يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم كذلك على العديد من البيطامينات والمعادن التي تعمل على تحسين جسم الطائر وتقوية ريشه وكذلك أصدقائي يحارب التوتر عند الطيور إذا كان لديك طائر صيد جديد تستطيع أن تقدم الدخن أو البشنة عن طريق بذور كما قلنا مع خلطها مع البذور الأخرى أو وضعه مطحونا كما ترون مع الباتي ركزوا أصدقائي على تقديم هذا المكون خاصة للأنثى لأنه يحتوي على الكالسيوم وشكرا